يعطيكم ألف عافية وصفتنا اليوم إن شاء الله رح تكون من التراث الفلسطيني اليوم رح نعمل مع بعض المسخن الفلسطيني إن شاء الله رح نعمله خطوة بخطوة طبعا هاي الأكل من الأكلات الإلهة الشعبية عنا بكل بيت وجدا مرغوبة تعبوها معي للأخير وتعالي نشوف طريقة العمل في البداية هون رح نحتاج البصل كمية البصل هي حسب كمية الدجاج أنا هون استخدمت أقل من 2 كيلو من البصل هلو هون رح أقطعه بالنسبة للتقطيع الأفضل انقطعه على شكل مكعبات حجم وسط يعني ما تصغروا المكعبات حتى ما يذوب معكم البصل أثناء الطبخ أفضل البصل إن كنت تستخدموه هو البصل الزحري طبعا أول خطوة بتعملوها بتحضير المسخن بتجهزوا البصل بتخلوه على جنب وبعدها هون رح نحضر للدجاج بالنسبة للدجاج هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي ورح أنزل هون قطع الدجاج الدجاج اللي استخدمته هون هو الدجاج المبرد استخدمت هون أكثر من دجاجتين وزن كل دجاجة عندي 1200 جرام بقلب الدجاج حتى يأخذ معاي اللون الذهبي وبعدها رح أنزل المطيبات بالنسبة للمطيبات هون رح نحتاج في البداية ورق الغار ورح نحتاج الهيل أن هون استخدمت المطحون ممكن تستخدم الحب رح نحتاج الفلفل الأسود والمكون الأساسي بالوصفة اللي هو السماق رح أحط هون ثلاث ملاق كبار بنسبة للبصل هون رح أحط نص الكمية نص الثاني رح أخليه على جنب بقلب الدجاج مع البصل بعدها هون رح أعدل الملح بالإضافة للسماج طبعا كمية السماق حسب نوع السماق عندكم أفضل نوع أن تستخدم السماق البلدي بكون فيه نسبة لحموضة كثير أحسن من السماق التجاري هيك عندي تمام طبعا بغطي الطنجرة بوطي الغاز حتى يستوي عندي الدجاج بالنسبة للمي هون أنا محطيت مي مع الدجاج المي الموجودة في الطنجرة هي ميت الدجاج نفسها بالإضافة للبصل هيك بنوخذ أحسن طعم للدجاج في حال يعني يحتاج معكم الدجاج المي ممكن تحطوا حد نص كعس من المي طبعا هون رح أطلع الدجاج أحطه بالصنية حتى أحمره بالفرن ورح أحضر هون لكمية البصل اللي رح تضل معي رح أنزل هون زيت الزيتون كمية زيت الزيتون لازم تكون كمية وفيرة تقريبا هون حطيت أكثر من كستين من زيت الزيتون في ناس بتحب تكسر زيت الزيتون بمرق الدجاج بكون شوي أخف بس الأصل هم يحطوا كل الكمية يعني كانوا يحطوا كل الكمية زيت زيتون هون حطيت الملح ورح أحط هون كمية منيحة من السماج بما أنه البصل كمية وفيرة الأفضل نحط معا نص معلقة أو حتى معلقة صغيرة من الكمون طبعا هون حطيت كمان الفلفل الأسود هاي البهارات اللي أنا استخدمتها للمسخن إذا عندكم بهارات ثانية ممكن تحطوها حسب الرغبة بترك البصل هون حتى يتذبل وبعدي هون رح أنزل البصل اللي كان مع الدجاج هو اللي فيه كل النكهة بقلبهم بتركه مش فيه على نار واطية بعديها بطف الغاز ما شاء الله ريحة البصل وزيت الزيتون والسماج بجد أكثر من رائعة الخطوة البعدي هون رح أنحضر للخبز بالنسبة للخبز هون أنا استخدمت خبز لكماش طبعا جبته من عند الفران الأفضل أن يكون بنفس اليوم أنكم تشتغلوا فيه هون رح أستخدم خمس أرغفة من الخبز والأفضل أن يكون معكم الخبز يعني ما يكون معنا خميل وما يكون معنا رفيع يعني يكون حجم وسط نأخذ الرغيف بغطسه مع الزيت والبصل في ناس بتحب تغطس الخبز على الوجهين بس الأفضل أنكم تغطسوه على وجه واحد حتى ما يذوب معكم بحط هون كمية منيحة من البصل وبدخل الصينية الفرن طبعا رح أحطه تحت الشواية بس حتى يأخذ معاي الخبز لون تحميرة هيك عندي أول ما طلعت من الفرن رح أحط هون بين طبقات الخبز اللوز اختياري طبعا الأساسي بالمسخن أنه نستخدم الصنوبر حسب المتوفر عندكم آخر شي طبعا هون عندي الدجاج بعد ما شويته بالفرن رشيت شوية من السماق على الوجه رح أحكي هون بالنسبة لطريقة التقديم أنا بقطع الخبز هون إلى ثلاث أقسام بعديها بقطع في النص هيك بيكون سهل يعني بتحطوا كمية الخبز اللي أنتو بتكميها بكل صحن مع قطعة من الدجاج رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخبز فيه ناس بتحب تشربه أكثر بالزيت والبصل أكيد بيرجع لكم وحسب كمان أهل البيت يعني فيه ناس ما بتتحمل الدسم كثير وفيه ناس بتحب إنها تشوي الدجاج بالفرن أكيد مثل ما بدكم وفيه ناس كمان بتحب إنها تسلك الدجاج وعلى مية السلق إنها تعمل شوربة بتقدمها جمب لمسخن طبعا هاي التفاصيل بتعتمد على أهل البيت وأهل المنطقة وكل واحد بيعمل طريقة لمسخن زي ما هو بيحبها هاي وصفتنا لليوم بتمنى إنها تعجبكم وبتمنى إني قدرت أفيتكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها ويعطيكم ألف عافية